التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيزكي نائب سفير جمهورية الهند لدى القاهرة أشش جوبتا والملحق التجاري للسفارة نحاس علي وعددا من أعضاء التحادي غرف التجارة والصناعة الهندية جاء ذلك على همش فعليات مجلس الأعمال المصري الهندي المنعقد حاليا بالقاهرة لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار واستقطاب الشركات الهندية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استهداف واستقطاب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبا وتعزيز التعاون مع بعض الشركات وأعضاء التحادي الغرف الهندية والعمل على دراسة فرص استثمارية في المنطقة الاقتصادية